الحلقات الواحد بيفتكرها طبعاً لأنه مونة زاكي حكايتها مع باباها الله يرحمه الله يرحمه طبعاً أنت كان إحساسك إيه يعني هل أنت ممكن في لحظة قدم الضيف صادق قوي وبيعاني في اللحظة دي جداً أنه بيستعيد أو بيسترجع لحظة مؤلمة أو whatever إنك إنت تروح معاه في التعاية معاه تبكي ليه نحن ولا مرة لا ووايد ناس سألوني من كم يوم سألت هالسؤال وهيمكن هالسؤال يمكن مئة مرة سألوني قالوا يا ناس إنتك كيف بعد كل هالسنة عشان الإبيتوكس ما نأخذ أوف سيزن ما نوقف كل أسبوع كل ثلاثاء نحن خمس سنين نحن يعني على أقل حاج ثلاث سنين نص ما نوقفنا وهل أنت متسنة أربعة عشر مش كدا؟ 2018 أول حلقة 2014 يوم كتبت الفكرة أيوة 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 قالت셔야ش تعملها تلفزيون أيوة وبعدين ما كان pada منطق ما لكنRR آخر شيوم كان عندي الإمكانية سويت على اليوتوب واليوت определ shutdown is a difficult time اليوتوبي حلو أن أم visiting the planet بلاش فـ شو كنت قلتش؟ على إنه ما بتبكيش، ما بتنفعلش فالسؤال كان أنس، أنت كيف ما تكتب؟ بعد ما تسمع كلها القصص الحزينة عن الفقت، عن الاكتئاب، عن 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 كيف ما يستتعب نفسياً ويمكن لازم توقف؟ فقلت، ما أدري يا الله ركبني بطريقة وعقلي إنه يمكن أعرف أفصل نفسي أعرف أتعاطف بس ما أنغمس أيوه الوالدة اللي يحفظها عندها درجة عالية جداً خالتي من التعاطف أمي لو يلست معتك أنت تحسين هي عايشة حياتك أنت تبكين هي تبكي يعني في لمسة فالوالدة يوم تساو مرات هالرحلات مع الحريم يصيرون هايكينغ ويصيرون تسلق الجبال ويوغا وكل هالأشياء بس تسمع كلها القصص تقول حباي بقلبي أنا عشر أيام حين رايحة بالي ما بأتشوفكم أنتوا ولا أتشوف أي حدا بكون مروحي فما تقدر تحس خلاص ممتلئة فأنا ما عندي هالشي أنا يمكن يعني بالإنجليزي أحسها هي عندها الأمبثي أنا عندي سيمبثي أمبثي أن تحط نفسك في مكان الشخص سيمبثي أن أتعاطف بس أظن أنا أقدر أساو هالشي وهالشي اللي خلاني الحمدلله أعرف أكمل في أبيتوكس بدون ما يمكن أتعب وايد نفسياً كل ما دا بيتربى جواه كفير أكبر يعني خوف أن تفقد الناس دي جات لي لأن أنا بابايا توفى على إيدي في إيدي يعني فبالنسبالي ديت ربيت لي وما كانش في حاجة إن كان سليم أمبخاف من إيه لا عندي مخالف كثيراً كانت لي نفس اليوم اللي نزل بنتج من الحضانة أه أه لا أوجد رجعها ودخلها وضيتها وأعز على الكرسي وبس على الكرسي؟ يعني قال يعمل لي لي لمون أنا مش هايز أتكلم في الموضوع دا خالص ماشيها؟ أه الله يرحمك الله يرحمك نس هل أنت بخير؟ أصعب موقف في حياتك الحين؟ هو دا ليه بفكر في حكاية السيمبسي والأمبسي أو أنك أنت ممكن تتعاطف أو ما تتعاطفش؟ يعني طريقة قيادتك لمشاعرك في البرنامج أو شكلها عموماً بتخليني أفكر في علاقتك بالوالد أنت كنت شايفه ستريكت جداً؟ مش كده؟ رسمي مش ستريكت رسمي يعني علاقتي رسمية معه فيها حب وفيها احترام بس ما فيها صداقة يعني الوالدة وايد نحنا أصدقاء والد مثل أمي وإختي وصادية أختي فمرة نتلخبط بين الأدوار الوالد أبوي بس هالة يا أبوية كيف كل شيء؟ كيف الرحلة كانت طيب؟ أوكي أوكي بس خلاص فكانت رسمية بس هم منفصلوا وأنت كبير وأنت عندك 19 سنة سابعش ما شاء الله معلوماتك حلوة آه بس يعني الحمد لله يعني ده لم يؤثر فيك يعني ما سابش ترومة معينة ما سابش حاجة كنت تبير ما أتوقف عخاتك كنت في أمريكا كنت أدرس والوالدة الله يحفظها ما حسستنا بتأنيب ضمير ولا نحنا عاجزين كأولاد عشان كانت تتعرف أنا 19 معاد أصغر عني حارث أصغر عني ولا واحد مختدر ماليا فولا ما رقعت أنا مثلا ما عندي فلوس وأنا كذا وأنا حين اطلقت وانا شو بأسوي بدونكم ولا مرة حسستنا إننا نحنا بالعجز ومش حلو لو الولد مش قادر كرجل إننا ما يوفر حسستنا إننا كل شي تمام فنحنا ما حسينا بهالتراوما والصدمة إننا أنا شو سوي أمي تعبانا لازم أرجع للبلاد لازم أطلع من الجامعة فيعني هاي من الحكمة اللي عندنا ما حسستنا بأي شيء فكان كل شيء ثلث ومريح الطلاق ما أثر علينا ودائما كنت أقول يوم كنت صغير كنت أشوف أمي وأقول أمي وأقول أمي وأقول وايت غير عن بعض مثل زيت زيتون وخل يا أخي ما يختلطون مع بعض بس كل واحد زين كل هات طيبين اثنينتهم بس كيف راكبين بعض بعض ما أشعر باسم ولا مرة يعني تصرعوا جدامنا بالكلام بتجادلوا ولا مرة في حياتي لو بتصدقيني خالتي في حياتي ما تشفتم يصرخون على بعض ولا مرة بس أنت كنت منحزد عاطفياً للأم من الأول من الأول مقرب للأم أبوي مشغول وعيد بمهنة وكان قريب من الأم ويمكن الأولاد عموماً شوين نجذب أكثر للأم وهي استثمرت وقت الله حق الأولاد ما يبون غير وقتك ما يبون لا هدايات لا فلوسك ولا جوائزك ولا مهنتك والدك يبقى وقت ماما ما يبقى شي ثاني موسيقى موسيقى